أنت على مذهب مفتيك، إيش نقول فيها هاي؟ إيش يا مخالد أمان؟ يعني نقول إحنا نأمر في فتوى، قل أنت على مذهب مفتيك يعني جيت سألتك، أنت عطيتني إجابة لخطبها، سألتك سألت شيخ ثاني، وأجابني بيه وسألت شيخ ثاني في مسألة ثاني، أجابني بيه يعني إحنا لما نقول أنت على مذهب مفتيك هل هذا يعفي المقلد من المسائل؟ ما إحنا نفسنا نعمل كطلبة علم ومشايفات، نقول أنت على مذهب مفتيك صحيح، هذا هو الأصل مقرد طيب، هذا هو الأصل مقرد، وجلس هذا مفتي شابعي، وجلس مفتي في المسألة هذه في المسألة هذه جيت سألت الدكتور وليد أفتاني عن مالكي، جيت سألت ابن عثينين أفتاني عن عن بني يعني هذا المسألة هذه، أنا على مدهب مفتيكة مقلد يعني هذا الواقع اللي عايشي كثير إيش بدأ المسألة؟ يعني للأسف، بيسأل مثلا الدكتور صلاح، بيسأل الدكتور وليد بيسأل الواحد واللي أسهل بغض فيه هذا، هذا الفاتع هذا الفاتع، بيسأل أربع من كل مدهب سأل واحد والأسهل بالنسبة له، أخذ، فهذا شوية مفتيكة ذات تور مسألة المفتي المقلد المفتي المقلد بيسموها التنقل بالمدار عكس التنجيق يعني مسائل مختنطية الله مختنطية يأخذ من الشاقية في باب الحج يأخذ من الحنفية للويوم علىنا بيسموه التنقل بالمدار يعني ما فهمت يعني هو بيقلد باب الشافعية باب الحنفية مش مسأل واحدة ليس قلبيب بيأخذ مسأل واحد لكن التنقل في أبواه مختنطية بالنسبة لتلفيق مشكل عام التلفيق بين المذاهب يعني فيه قائد يكون مطروح لأن أخيره فيه فإذا الشخص ارتزم المذهب الحنفية إذا كان مرتزم بالمذهب الحنفية لا يخرج المذهب الحنفية لا لبرورة لأنه أكد قواعد لا يخرج إلا لبرورة إذا كان يوجد قول ضعيف في المذهب وليس معتمد في المذهب الآخر يؤخذ قول ضعيف لأنه هذا هذا ضعيف لكنه ذاك ليس معتمد نحن نستطيع إطارها من المذهب طيب هو تلآتي الآن نقول العامي عليك أن تتزم مذهب هذا بعيد لأنه المذهب هو طريق تعلم والعامي ليس شأنه العلم فبالتالي العامي يبقى شأنه وأبينه وهي أنا لا أعرف قاعدة مقررة عند الكل العامي مذهبه مذهب إيش مفتي يعني ليس في حقه نقول له أنت حنفي أو شافع أو مالكي أو حنبلي وإنما هذا خاص بالمفتين والمدرسين وطلبة العلم هم الذين يكون عندهم إيش مذهب لكن المدرسين والمفتين والقضاء عندما يكون عندهم مذهب ويسير عليها تلقاء العام يعيش ويرجع إليهم وبالتالي يصبح عنده مذهب بس ليس قصدا بأنه اختار مذهب ولكن من يستفتيهم ومن يسألهم عندهم هذا إيش عندهم هذا المذهب فإننا نصل لمرحلة ونقول أنه العامي عنده مذهب ويلتزم لا شأن للعامي إيش بذلك وإنما هذا خاص بمن يطلب الألم طبعا الآن مثما تفضلتوا رح نقع في مشكلة أنه العامي هذا ممكن يوجد في بيئة مشتركة فيها شافعية وفيها إيش وفيها حنفية ويسأل هنا ويسأل هنا ولا يقال له عليك أن تلتزم بهذا أو تلتزم بهذا يعني صح سؤال للمشايخ الحنفية وصح سؤاله للمشايخ إيش الشافعية وعمله يصح لكن معه فقط يقال له يعني للعامي هذا إنه إذا سألت يعني إلتزم يعني يعني أنت عليك أن تسأل عن تبحث عن المفتي التقي والمفتي الأعلم في نظرك وتسأله إيش فإن أجابك تأخذ ولا يصبح هذا العامي يعني كما نقول نحن مع العلماء يسأل هذا الشيخ ويبحث من بين الشيوخ من من يعطيه رخصة ومن يعطيه كذا خلاص إذا وجد من وثق بعلمه ودينه وسأله عليه عليه أن يلتزم عليه أن يلتزم بس نبقى بس في الإطار هذا العام يعني في الإطار هذا العام أن العامي لا نقول له حق أن يختار من المدهب كيف شاء العامي يسأل مفتي والمفتي هو عنده مدهب ماذا عندك تعليق أنا عندي تعليق مثلا إحنا واضحين فيه مثلا أنا أتبنى عدم الجامع حتى لم يثبت عندي الجامع مثلا لا مدهبا ولا حديثا فيه كلام كثير فيه كلام كثير مثلا مثلا وأرجح مثلا الجامع السوري لكن أنا بأططر الآن لو بدأ أثبت على هذا الرأي كإمام مسجد وفيه منطقة ملتفة فيها كلها فأجمع في الناس وبترقص عن المدهب الشاكري وأنا طالب معارفة حتى مرجع دليلي الآن هذه واقع فيها طب يعني أقصد وين مشكلة صارت المشكلة الآن هل خرجت عن مدهبي أنا هل وقعت في المحرور بس هذا مش موضوعنا هذا هو موضوع ثاني موضوع ثاني حبدنا ننضلنا في الموضوع اللي إحنا فيه موضوع يعني إحنا قول ضعيف هذا عند الحنف قول الغيب قول ضعيف إيش هو قول الغيب قول ضعيف عند الحنف إيش هو ترجعت المسألولة تركت مسألة العامة هسا العامة لها الشيخان إحنا بس مسألة العامة يعني الأفضل نتركها على العموم هكذا بس بدي ملاحظة على مسألة العامة إنه العامة كثير منهم بروح على هذا وبسألوه هذاك بسألوه هذاك بسألوه هذاك بسألوه حتى يحصل على الجواب اللي بده إياه اللي برضي مش حكينا كيف إحنا بننلزم العامة بشيخ معين يلتزم فيه بس نظرنا العامي يعني ليس لنا إلا العام محب إذا وجد من وثق بعلمه ودينه فليستفته وليلتزه بس بس بهذا المعنى إلا إذا كان إلا إذا كان يعني ما أفتاه به يعني فيه حرج واضح جدا صعب في التطبيق يعني صعب يعني عليه ووجد غيره يعني مما يستطيع أن يحتمل أو يطيق إن فعلت الآن تنكون أي بالصور اللي حكيتها لا يعني الأصل أني إذا وجد يعني الثقة بعالم وعلمه ودينه يلتزم به لكن إن كان فيه حرج واضح يعني ما عمال يستطيع يتحمل مثل هذا ووجد شخص آخر يعني مثل حال الأول في العلم والدين وسأله وعطاه رخصة ما فيها بس يعني أحياناً عامية يسأل أحياناً إما للاختبار وإما للإستفسار يعني عنده قضية بده يستفسار أحياناً لا اختبار بده نشوف الشيخ خاصة قضية نشوف شوناً فيها بالمجالس ونشوف شو رأي المجاية فيها فتصير قضية اختبار هذا قال كذا ووصلوا فعقولوا بشيخ كل واحد بتتبشي طيب احتي شيخ تقولون أنه الأصل أن يحجز علم الخلاف عن العوام لأنهم لا يبركون طبيعة هذا غير صح لكن الخلل بلأحيان يكون العلماء يعني أصل علماء منطق بعين يعني يتفقوا على أن يكون المذهب الحنفي نعم هو الذي يختبئ عمها بالشهر اتفاقهم هو الذي يعني يبتل خلاف لأن المجتمع يبقى يعني مفتق يبقى يعني بلبل إلا إذا اتفقوا أنه دائما إستاء جميع الاتزام بمذهب معي هو يعني احنا يعني ما نستطيع نح نحضر شجور أو نحضر فيه شيء فيه سعم يعني حقيقتا يعني وجد في بلاد كثيرة يوجد في نفس الوقت مذهبين وثلاثة في منطقة واحدة يعني بس دقيقة بس أخرى تسفير فوجد في بلاد مثلا في الشام في غيرها تجد الناس في نفس الوقت يعني شائع بينهم مذهب الحنفي والشافي ووجد علماء الحنفية والشافعية موجود في نفس المكان وكذا وكذا فوجدنا شيء فيه ضياء للدين ووجدنا فيه أثر سلبي ممكن في هاي الحالة الآن إيش؟ لا يسبب فتنة ما وصل للمرحلة إنه يسبب فتنة في بعض المسائل يبقى يعني على عجزة يبقى الناس يترخصون ما بين المذهب الحنفي والشافعي إجمالا يعني لا يضر يعني ما بضر هذا الكثير يعني ما بضر نهائيا لذا إذا وجدنا شيء فيه ضياء للدين ووجدنا فيه أثر سلبي ممكن في هاي الحالة الآن إيش؟ إنه يمنع من دائما قد الله أعلم إنه يمنع من دائما قد الله أعلم فكانوا كيف عندنا الإنظام كل يوم بعضي درس الشباب بالأوقات فبعدت سبعة أيام أعطيت أنا درس فالناس ضدي صار يحبوا مشهان الله طلعوا يصيحوا كل يوم يطلع لنا شيخ بفتي لنا فتوى طلعوا من خمس ست سبب فتوان عن الحياة الآخر شي قاوضت لنا إنه رف شو بنا نعمل لا أنت الآن أنت بدت إيه؟ كل يوم فتوى شقي أنت بدت تفرق بس يتون مشايخ بس يتون نتلم عن مداهب فرقية بس يتون مسائلها مستقرة وقريبة من بعضها وهم عارفين بس يتون منطقة إحنا فيه شبعية مالكية عارفين مسائلهم وبراعوها أنت الآن المشكلة اللي حاصل في مجتمعنا إنه فيه تباعد جدا في الفتاوى مش زي فتاوى المداهب متقاربة يعني فجاء أهد المشكلة هنا من إيش؟ الإفتاء اللي صادر من أشخاص بلا رجوع بلا ضابط علمي ربعاً يتونها مديراً لعماراً اللي صادر من دير الطاف العاقب إلخوا كل اللي سمعتوا حتى بروح لكم ما سمعتوا ولا إجراء بس مع مجهب واحد للميها إذا لاحظوا حتى العمل بله بالغير يجوز عندنا أولا يجوز؟ يجوز في حالة الضرورة طيب الآن القاعدة الثالث عشر القاعدة الثالث عشر القاعدة الثالث عشر يجب على المفتي فيما يقع له من النساء المستحدثة أن يتتبع فروع المذهب الموافقة له والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلاً إيش؟ لذلك هنا كلام أنه لا يجوز لك أن تفتي في مسألة إلا بعد البحث الشديد من أن هذه المسألة لم يتم الإفتاء فيها فيما سبق أول مرحلة أنه لا يجوز لك أن تفتي بمسألة جديدة حتى تتثبت إيش؟ من أنها لم يفتع فيها فيما إيش؟ فيما قبل فيما سبق وهذا يحتاج إلى تتبع يقولة العديد من الكتب حتى تتأكد أنها لم يفتع فيها فيما قبل أو سبق جميل الآن بعد التتبع الشديد عرفت أنها لم يفتع فيها بعد التتبع الشديد عرفت أنها لم يفتع فيها يحتاج منك أن تخرجها تخرجها على الفروع والأصول السابقة فتجمع المسائل قريبة منها وأقرب الأصول إليها وتنظر فيها اللي حكوا عنا قبل شوي المشايخ مثلا في محكمة الاستئناف أن لهم أن يخرجوها على القواعد يعني يأتوا إلى أقرب إيش أصل بناء من إذا أحب تسموه قاعدة بصير يعني وأن هذه المسألة المعاصرة ممكن أن نخرجها على هذا الأصل هو قريب منها اللي هو التخرج هذا تخرج الفروع على القواعد بس أي قواعد مشايخي بس أي قواعد الجزئية وليست القواعد الكلية يروح يخرج على قاعد أمر بمقاصدها لا يريد أن يأتي على شيء جزئي قريب منها وماذا يفعل به ويفرعه إيش ويفرعه عليها وليفتاج أن يذهب إلى القاعد الكلية له ذلك؟ لماذا؟ أن يذهب إلى القاعد الكلية ويخرج عليها القاعد الكلية لا يخرج عليها أصلا لا يخرج عليها فقط القاعد الكلية كلام عام يلقوا عدى كلام الخمسة التي تعرفها هاي قواعد عام جدا بله تخرج تحت لا ضرر وضرر كيف يعني؟ يعني أنت كأنك الأمور ممقاصدها اه اجتهد مطلق يعني لان هي مجرد مرشدة فلابد ان يخرج على القواعد الفرعية الجزئية اه السؤال لسأته ببداية بالمسألة اللي قبلها انه اذا كان العمل مرجوع في المذهب ونروع على عمل تاني لانه معروف عند الحنفية انهم يخرجوا على الرسول غير الحنفية الجمهور بدأوا من الرسول على الفرع او العكس انا لتأم هذا مشتوق فيه بشرب الان هل يعقل في مذهب غير هذه الطريقة؟ قالوا الجمهور يخرج من الفرع على العسول الحنفي من الاسور الى الفرع مرة اخرى؟ الجمهور بدأوا من الفرع حتى وصلوا الى الاسور اما العازية انطلقوا من الاسور حتى توصلوا الى الاسور احتي اعكسها اعكسها الحلفية استنبطوا وصولهم من المتكلمين استنبطوا وصولهم من المتكلمين المتكلمين الحقق ومسائل الحقيقي نظري بس هذول أنت حكيت تحقيق المتكلمين صح؟ وبالتالي الشافعية كمذهب فقه يعني ينبغي أن لا يكون حالة مختلفة الحلفية وفكر فيها كيف سيكون يعني الشافعية؟ صح؟ فكر كمذهب شافعي هل يمكن أنهم استخرجوا قواعد الأصول عندهم من غير الفروع؟ هذا كلام جميل للمتكلمين كلفظ متكلمين اللي هم مشتغلين في العقائد الآن تعلمت بالشافعي والحنبلي والمالكي فيما قالوا هذه أصولنا هل يمكن أن يكون طريق غير النظر في الفروع؟ والآيات والحديث واستخراج أحكاها؟ لا يمكن تريد أن تصور شيء أحكي؟ لا يمكن فلكل سواء يعني على كل حال سننقش هاي في الأصول إن شاء الله يعني يا نظر هو القصد الله أعلم أنه ما ذو البداية تنجابه عنه النصوص كتابه سنه اصطبطوا المساء البداية ها بدون قواعد أنا أريد أن أصول شيء خاشا لأنه أحب أن نقشك الأصول الآن في النتيجة سواء الحنبية أو الشافعية أو الحنبية أو الحنبية الكل عندهم مشتهد مطلق مجتهد مطلق استخرج لنا فروع ركز معي والفروع نقلت عنه كلهم سوا صح؟ وأيضا في عندنا قرآن والسنة منقلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم صح؟ الآن الأصول في المداهب الأربعة استنبطت من متأخرين صح؟ الشافع لم يتكلم في الأصول ركز معي الشافع لم يتكلم في الأصول بالتفصيل ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة صح؟ وإنما جاء من بعدهم وبينوا الأصول التي صار عليها هؤلاء الأئمة بناء على ما نقل عن الأئمة من فروع بمقابلتها بالقرآن والسنة يعني شيء لا يحتمل يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين الشافع ما نقل عنه أصول أصوله في الرسالة تعرفوا محصورة محدودة يعني ما نقل وإنما هاي أصول كلها ايش؟ مستنباطية مستنباطية وأحمد كذلك ومالك كذلك فهم حالك أبي حنيفة لا يختلفهم وإلا كيف الشافع عندهم هذه الأصول الطويلة؟ من أين أتت؟ كيف؟ هل حققوها تحقيق نظري بعيد عن الفروع؟ فلم تعد أصولاً راجعة له صارت أصول للدين ركز معي اللي هي أصول المتكلمين حقيقة التي أحققوها بذاتها كعقائد أما كفقهاء لا يصلح لأننا نحن نقول أصول شافعية جبراً لازم تكون أصول مقفوظة ماذا؟ لأن الأصل ما هو؟ هو تفسير العلاقة ما بين القرآن والسنة وفرع الإمام الأصل هو تفسير العلاقة ما بين القرآن والسنة وفرع الإمام تنظر في فرع الإمام وتنظر في القرآن والسنة كيف نتج هذا من هذا؟ بالأصل الذي يعتمد عليه الشافعي كده أحمد كده فما في عندنا ما في عندنا طريق أخرى حتى نفكر تبصرين شو بحكي؟ وحاول هذه المسألة نفكر فيها أكثر الآن يذكر في الكتب كلام آخر شيء آخر ناقش بس يعني احكي لي إذا يصح الكلام تفضلك فيه هكذا إذن ما في اسم اللعن شافعي والمكي والحناد ما فيه وهذا بعيد وهذا بعيد جدا جدا صحيح؟ طيب انتهينا من هذه المسألة الآن القاعدة الرابعة عشر بس نقف عليها لحظة ونظن من طرفين 533 أنا عندي هناك اصطلحات لكل مذهب طيب ما شيخنا نقف مع هاي النقطة كل أصحاب علم لهم اصطلحات من خاصة بهم العوام في قرى اربت في قرى المفرق ستجد كل قرية عوام وسطاء لهم اصطلحات على مسميات أشياء وليسوا أصحاب علم ومع ذلك عندهم اصطلحات وحتى ايش تفهم ماذا يقولون لابد أن تعرف ما هي ايش مصطلحة فكذلك العلوم كلها أصحابها هناك اصطلحات درجوا عليها ولا يمكن لك أن تعرف هذه الاصطلحات إلا بعد قراءة عدة كتب عندهم لتتعرف على اصطلحاتهم واثنين قلنا أنه العلم يتكون من اصطلحات خاصة ويتكلم يتكون من قواعد فمن درس علما وعرف اصطلحات وعرف قواعده فهمه فيها ايشي فنحن بس ندرس مذهب حنفي بيكون عنا هم بامرين أن نعرف ما هي القواعد التي بني عليها المذهب وما هي المصطلحات التي يسير ايش عليها وهذا لا يكون إلا الدراسة بدون معرفة المصطلحات والقواعد لا يمكن أن تفهم العلم نعم وبالتالي هذه الأيام وبدون معرفة مصطلحات العلم وقواعده لا يؤتمن شخص في فهمه أي مذهب وهذا المشكلة أيام هين نقع فيها نجد عندنا تحليل وفهم للعبارات المذاهب وهذا الشخص لا يعرف لا اصطلحات العلم ولا يعرف ايش قواعد ولا يعرف قواعد وفيه عندنا اشكالية ايش واضحة الآن ما مذكور أمامكم هنا لا شيء قليل جدا يعني بس كفكرة عامة مثلا اصطلحات المذهب الشافعي مثلا اصطلحات ايش اصطلحات المذهب ايش اصطلحات المذهب ايش الحنفي اول شيء الحنفي مثل الإمام قال ابو حنيفة صاحب المذهب ابو حنيفة الصاحبان ابو يوسف محمد مثال نمشي الشيخان ابو حنيفة ابو يوسف رأيته الطرفان محمد ابو حنيفة الامام الثاني ابو يوسف الرباني محمد خلاص اصطلح انه الامام ايش عند الماتنا الثلاثة ابو حنيفة ابو يوسف ومحمد abanو الثالث مين مشيخنا محمد ها الامام الثالث عنده هاي مسألة مهمة عندما قال عندهم مشيخنا في مذهبنا ما معناها يعني هذه متوافق عليها الكتب إلا إذا كان في خطأ في تحقيق الكتاب ومطبوعات ونسخ مخطوطة بس يقول عنده هذا القول المعتمد في المذهب أبي حنيفة لا لا ليس مهم عنده حنيفة كفكرة بس أن هذا هو القول إيش هذا هو القول المعتمد إيش هذا هو القول المعتمد في المذهب انتهينا منها عنده الآن عنده هذا الضمير على حسب عندما نقول وعنده عادة أن أبو حنيفة ينفرد عن صاحبي فيقصد بها أبا حنيفة وعندهما يقصد بها مين الصاحبين بس إذا قال محمد بعدها وعندهما يقصد في مين الشيخين الآن مثل الشيخين وهاتذا على حسب بس أنا الذي يهمني أنه عنده المعتمد عنه هذه رواية في المذهب قول ضعيف اللي هي في الصفحة اللي بعديها عندكم عنده وعنه الفرق بينهما رأيتوها عندنا في نفس الصفحة 393 الآن روايتان بس هاي عنده وعنه أحفظوها يعني مهمة جدا عندنا روايتان نحن طبعا مذهبنا قليل ما يكون روايتين شو السبب قال مذهب الحنفية مش مثل الشافعي الشافعي عنده شاعة وكثر أن يقول عنه روايتان الشافعي يقولون إذا تعارض القياس عنده يتوقف إذا تعارض القياس يتوقف لا يذهب إلى مرجح آخر فصار عنده إيش قولان عند أبي حنيفة يرجح بما يميل إليه القلب بعد القياس يميل إلى رجح ما ما لا إليه قلبه أو الملكة الفقية نعم هي الملكة الفقية ما لا إليه قلبه فخرج من أن يكون عنده قولان وسط الفترة عند الشافعي يكثر قولان روايتان عند الحنفية هذا قليل أن أقول فيه قولان أو روايتان ليش عند الحنفية إذا اختلف القياس نرجح بالقلب يعني ما ما لا إليه قلب من أحدهما عند الشافعي يتوقف فعندما توقف صار عنده إيش قولين هاي أمامكم الحسن إذا أطلق الحسن بين زياد شمس الأمم إذا أطلق ترى السرخصة بالدرجة الأولى إذا أطلق شمس الأمم مين السرخصة بعدها شيخ الإسلام إذا أطلق بالله تتبوها جنبها المقصود خواهر زادة أشهر شيء في المذهب إذا أطلق شيخ الإسلام من هو خواهر زادة خواهر هيتوا آخر إشما تقول الحسن من زياد لا 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 في مذهبنا الحسن من زياد إذا شيخ الإسلام خواهر زادة شيخ الإسلام في مذهبنا مين خواهر زادة ابن أخ عالم معنا مرتوبة مش مرتوبة؟ لا 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 مش مرتوبة مرتوب آخر شيء من الفقرة بعد وعلي السغني وعلي بن محمد الإسبيج وخواهر زادة وعلي بن محمد الإسبيجابي مش مرتوبة مش مرتوبة مش مرتوبة هذا مش مرتوبة هذا طب عكل الحال إذا خواهر إيش خواهر زادة هو أشهر شيء في المذهب خواهر زادة خواهر زادة خواهر زادة خواهر زادة خواهر زادة بابنه معناها ابن أخ عالم كان هنا ما تخواهر زادة خواهر زادة جدًا هؤلاء هو الأسAM هؤلاء هو الأس这么دة حال خواهر زادة الفضل إنتهينا محمد بن الفضل الكماري الأصل إذا أطلق فيه لمحمد بن الحسن المبسوط المبسوط إذا أطلق مبسوط فيه مبسوط السرخصي مبسوط السرخصي وصلت؟ نعم الأصل إذا أطلق قلنا أصل محمد لهو مبسوط محمد حسين الشيباني المبسوط مبسوط السرخصي في عندنا الآن المحيط إذا أطلق مقسوط المراد به المحيط البرهاني صح؟ نعم بعدها مجتوب آخر شي للمحيط صح؟ للمحيط إنه يناس لي رضي الدين السرخصي؟ مكتوب إضعه بدل لا أو يعني إذا أطلق مقصود به المحيط البرهاني أو المحيط الرجوي إذا أطلق مقصود به المحيط البرهاني أو المحيط الرجوي بلى صلحها إلا تراجع المسألة تشوفوا يعني الكتاب نفسه أو المحيط البرهاني أو المحيط الردور يجوز يصح بس ترى يجوز قالوا لا تخلوا من نوع كراها يجوز ولا بأس به أيضا لا تخلوا من نوع كراها ينبغي يستخدم في المندوب يكراه يستخدم في الكراها التحريمية السنة السنة المؤكدة الواجب ممكن يدخل فيه الفرض الفرض يطلق ويراد به الأرشان عادة كراها التنزيهية ولا نحريمية كراها التنزيهية الفرض الآن إذا أطلق عادة يقصد به الركن عادة بس ممكن يراد به عمل الركن والشرط هاي خلصنا منها قيل يعني ذهب إلى المشايخ المتقدمون ومتأخر طبعا متقدم وتأخر المشايخنا على حسب مين القائل يعني يعني أعطيك المتأخرين عارفين من هما اعتبروا في الكتب المتقد يعني الكتب القديمة اعتبروا اللي بعد أمتنا الثلاثة هذو المتأخرين هذو المتأخرين حتى من عند المتأخرون يعني يقولون الحجة إلىه طبعا حقلقت في كلية أبي حنيفة في بغداد بس ما رأيتها يعني سمعت بس أنا وصيت لحد الآن ما وصلت بس هو كلامه موجود بالتفصيل في الفصول في الأصول طبعا بعديها الذهب ينتهي هناك مش من الصدر الآن لاحظوا هاي المالكية يخترب فكرتهم يعني مدنيون مصريون مغاربة عراقيون سقليان مثال أخوان طبعا هاي المصطلحات نحن منعرفهاش أصلا بالمرة يعني الإمام لاحظوا عندنا أبو حنيفة الإمام عند المالكية مين المازري مش الإمام مالك رأيته الشيخان عنده أبو زيد والقابسي بينما نحن عندنا مين أبو حنيفة وأبو يوسف محمد عندنا محمد الحسن هم عنده محمد بن الموازن لاحظوا عند الشافعي الإمام هو الجويني القاضي نحن عندنا قاضي خان إذا حبيت ابت بجنبها نحن في مذهبنا القاضي منه قاضي خان بينما عندهم القاضي حسين عند الشافعية الشارح بالدرجة الأولى عندنا يطلق على الزيلعي صاحب التبيين بينما يطلق عندهم على الجلال المحلي لاحظوا الشيخان الرافع والنوع عند الشافعية الشارح الزيلعي الزيلعي نحن بالدرجة الأولى عندنا يطلق الحنابل عندهم القاضي لاحظوا ابن أبي يعلم الشيخ عندهم ابن قدامة الشيخان ابن قدامة والمجد ابن تيمية اللي هو الجد نعم نعم يعني بس هاي كمصطلحات طبعا البعض يعني سمحوني من هاي العبارة البعض الشيخ فراس بيكون اطلع على هيك عبارات مصطلحات يعني كتيب صغير في اصطلاحات المذاهب فكرة بعدها رح يصير يفهم المذاهب يعني هذي اصطلاحات واحد من عشر تالاف يعني لأنه تركيبت الجملة هاي اصطلاح كيفية استخدام اصطلاح اي اتها فالاصطلاحات يعني كثيرة جدا ولا يمكن التمكن إلا بقراءة عدة كتب يعني يظن فقط هذه الاصطلاحات انتهينا سألتك صارت باع في وقت من الوقات مناظر اه سبحان هذا الشخص بحتاج على ان الحنفية يخالفون الهدلة بنصوصهم في كتبهم مناظر ايضا وضعوا تلاميذ جاء للكتاب وطلع فيه قالوا ويه هذا وجدتوا قال انظروا قال هذا يخالف الاصل قالوا بالله عليك خريط مقدمة الكتاب بتاع الشهو الاصل فظلنا ان الاصل هو الكتاب والسنة مش قول محمد ورجل معروف ومشهور وبطلع عالفضائيات وبطلع عالفضائيات وبفتي كمان على هذه العبارة يتهي من الحنفية ان كل اقلق اقلق اقلقهم خلاف الاصل وهو الكتاب والسنة مش قول اه محمد